الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم على اه رموز او احلام لو شفناها في المنام هنبشر بي اه الصفر. اه هنتكلم عن اهم الرؤى اللي بتدلها على اه حصول الرأي على فرصة اه الصفر. اول رمز معنا واول رؤية هو رؤية النصر. اه رؤية في المنام من الرؤية اللي بتدل على اه صفر. كمان من الرؤية اللي بتدل على راحة. اثناء الصفر ده او سهولة في الطريق او في الصفر. كمان اه من الرموز رؤية النصر من الرموز اللي بدل على الصفر هيكون فيه طمأنينة وهيكون فيه اه امان. الرمز التاني او الرؤية التانية هي آآ رؤية اجنحة الطيارة. آآ رؤية اجنحة الطيارة في المنام برضو من الرؤية المبشرة بحصول الشخص على آآ فرصة السفر. كمان من الرموز اللي بتدل على فرصة آآ سفر جيدة هتعود بمنفع على الرأي سواء بقدوم خير ليه او بقدوم آآ رزق. الرؤية التالتة معاني النهاردة هي آآ رؤية الهدية. اما تشوف الزوج او الزوجة ان في آآ حد منهم بيقدم للتاني آآ هدية. وكان بيسعى ليه السفر فآآ من الرموز المبشرة بتيسير السفر ده وبيحصوله على آآ فرصة مناسبة للسفر. الرمز التاني وهو الرمز اللي بعد كده هو آآ رؤية الملابس. اما يشوف الشخص انه هو آآ بيرتب الملابس او يشوف الملابس آآ مترتبة بشكل كويس وبشكل انهيك فبرده بشارة بسفر وكمان بشارة آآ بحصوله على فرصة عمل مميزة آآ خلال السفر ده. آآ كمان آآ رؤية الحبل. رؤية الحبل السليم آآ في المنام برضو من الرموز المبشرة للشخص بالسفر. آآ كمان من الرموز آآ هي رؤية السحاب. آآ رؤية السحاب في المنام برضو آآ ووصل لما يشوف الشخص انه بيحاول انه يوصل آآ لي في المنام. فدي برضو من الرموز المبشرة بحصول الشخص على فرصة آآ كمان حصوله على آآ وظيفة آآ يمكن افضل من الوصيفة اللي هو كان آآ شغال فيها آآ حاليا. الرؤية اللي بعد كده والرمز اللي بعد كده وهي آآ رؤية السيارة. رؤية السيارة آآ في المنام برضو من الرموز اللي بتدلها على السفر. وي آآ كمان لم يشوف انه هي آآ ماشى بسهولة فمن رموز اللي بتدلها على سفر آآ ميسر. هيكون آآ يعني آآ سهل. آآ كمان آآ رؤية الشخص الغيوم. آآ رؤية الغيوم برضو من الرؤية المبشرة برضو بالسفر. كمان لما يشوف الشخص انه بيزعد آآ سلم. سعود السلم بسهولة وبيسر بدون دعب. كده برضو آآ بشارة بحصول الرأي على فرصة السفر. وفرصة السفر هتكون آآ سهلة. وكمان آآ يعني بدون ما هيبسل اي مجهود وكمان هتقود عليه آآ في منصع. آآ كمان من الرموز هي رؤية الملابس الجديدة. رؤية الملابس الجديدة السليمة في المنام آآ برضو من الرموز المبشرة للشخص آآ بحصوله على آآ فرصة عمل. وفرصة سفر. آآ كمان لما يشوف الشخص انه بيجهز حقيبة سفر. آآ رؤية تجهيز حقيبة السفر في المنام برضو من اللي بتبشر الشخص بحصوله على فرصة آآ السفر. كمان من الرموز وهي آآ رؤية الطيارة. آآ رؤية الطيارة في المنام آآ برضو من الرؤية المبشرة للشخص بالسفر. آآ كمان لما يشوف ان هو آآ يعني ركبها وان هي في الجو. فبردو من الرموز اللي بتدل على انتقاله من مكان آآ لمكان. آآ كمان هتكون فرصة السفر دي فرصة آآ يعني ميسرة. وكمان هيكون فيها روحة وهتكون فيها آآ يعني استقرار. كمان لما يشوف الشخص آآ جواز السفر. كما يشوف الجواز السفر. آآ فبردو من الرموز المبشرة بالسفر. آآ كمان آآ الصفر لدولة متقدمة او لدولة آآ غنية. آآ من الرموز برضو هي آآ رؤية النصر. آآ رؤية النصر او آآ كمان بشكل عام رؤية الضيور آآ في اللمنام برضو من الرموز اللي بتدل على السفر. كمان لما يشوف الرأي يعني الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي ان هو آآ جالس او مقيم في فندق آآ ما يعرفوش يعني او هو مش عارفه آآ او مش مألوف ليه. فبردو من الرؤية اللي بتدل على السفر وكمان على حصوله على آآ وظيفة ووظيفة آآ مرموقة. الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية الطيران. اما يشوف الشخص ان هو بيتير آآ في المنام فتنتقاله آآ بشارة بنتقاله من مكان لمكان. كمان لو بيسعى لسفر فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على آآ فرصة آآ صفر. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص انه ماشي في الصحرة. اللي ماشي في الصحرة آآ من الرموز اللي حانا بتدل برضو على الصفر. والصفر ده هيكل العمل او هيكون للانتبارة. وكمان هيكون آآ يعني هيعود بمنفع على الرائي هيعود عليه بآآ رزق. آآ كمان الرمز اللي بعد كده هو رؤية الوداع. اما يشوف الشخص انه آآ بيودى حد في المنام فدي برضو من الرموز سواء بيودى حد آآ يعرفه اهله او اصدقاؤه آآ فدي من الرموز برضو اللي بتدل على صفر وانتقال الشخص من مكان آآ لمكان. الرمز اللي بعد كده هو آآ رؤية طول الصاق. اما يشوف الشخص انه الصاق بتاعه او الرجل بتاعته بقت آآ طويلة. فدي من الرموز برضو اللي بتدل على الصفر وممكن الصفر ده يكون لطلب العلم او صفر لحج او صفر آآ لي آآ عمره. آآ كمان الجسر رؤية الجزور او رؤية الكزر في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على آآ الصفر. والصفر ده هيكون آآ مربح. او آآ يعني ما هيصور هيكون صفر متعب على حسب حالة الجسر. كل ما كان آآ جديد وكل ما كان الابور عليه سهل كل ما كانت الصفر هيكون اسهل. الرؤية اللي بعد كده برضو آآ الخاصة بالصفر وهي رؤية الحزاء الجديد. اما يشوف في الرأي انه بيمتلك حزاء جديد او انه بيشتري حزاء جديد فده بشارة بصفر. وصفر في آآ عمل. آآ كمان النظر دي السماء الرمز اللي بعد كده وهو النظر للسماء آآ برضو من الرموز اللي بتدل على آآ آآ صفر. آآ كمان رؤية الخيمة. لما يشوف الشخص انه بيبني خيمة للنوم. فرضو من الرموز اللي بتدل على الصفر آآ آآ قريب. خصوصا كمان لما يشوف انه بيبني خيمة آآ في الصحرة. فده صفر هيكون صفر آآ بمنفع. يعني هيعود بالنفع على الرأي. وهيكون آآ صفر للارز. ده كده باختصار اهم من الرموز اللي بتدل على الصفر في المنام. آآ بتمنى ان يكون اللا فيديو اعجابكم. لو في اي سؤال او آآ استفسار اكتبولي تحت. وانا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.